نظمت القوات المسلحة زيارة لعدد من أعضاء التمثيل العسكري العرب والأجانب المعتمدين لدى سفارتهم بمصر وزوجاتهم للقوات البحرية وذلك في إطار برنامج الزيارات السنوي لأعضاء التمثيل العسكري للتعرف على التطور الهائل الذي تشهده القوات المسلحة بمختلف أفرعها الرئيسية وأسلحتها المتخصصة وتضمنت الزيارة جولة داخل حاملة المروحيات جمال عبد الناصر من تراز مسترال والفرقات سجم برنيس ومحاكي الغواصات ويخت المحروسة واستمع الوفد خلال الجولة إلى شرح مفصل تناول مدى التطور الذي تشهده القوات البحرية بمختلف تخصصاتها فيما عبر أعضاء التمثيل العسكري عن امتنانهم لتلك الزيارة ومدى تقديرهم للقوات البحرية ودورها في حماية المياه الإقليمية المصرية ضد أي عدائيات